بالنسبة لأوكرانيا يا دكتور ياكوشيك متى تقول سأوقف إطلاق النار لقد انتصرت حسنا بطريقة أو بأخرى فإن فهم المبدأ النصر للشعب الأوكراني هو مشابه جدا لنفس المفهوم لدى روسيا بالنسبة لأوكرانيا الموقف عصيب لأنه بعد عام واحد من هذه الحرب التي لم تمهد وطيرت نيرانها ولم تحمد نيرانها ولكن مع هذا التحفظ لدى كل الدولتين فإن روسيا سوف تخفق وسوف تنقسم إلى عدة دولات صغيرة وبصفة رسمية تم أعلان ذلك من قبل العديد من الأشخاص في الغرب والأمر نفسه لما هو في أوكرانيا نفس المفهوم ومع احتمالية هذه الحروب ومع كذلك تقويد الاقتصاد وتهديد البنية التحتية فالأمر نفسه هو لروسيا وعلى أي حال فإن أوكرانيا هي جزء من الغرب الآن وهي حلف لنحو خمسين دولة هم يدعمون أوكرانيا إذن إذا ما عملت الحكومة لأوكرانيا على النحو الصحيح فبالطبع فإنها تحصل على دعم كبير من الغرب ومن الولايات المتحدة أحتاج إلى المقاطعة يا دكتور ياكوشيك اسمح لي إذا استردت أوكرانيا أراضيها هل يتوقف القتال إذا غادرت القوات الروسية أراضي أوكرانيا هل يتوقف القتال هذا ما أتحدث عنه متى سيتوقف القتال هذه المعارك في أوكرانيا متى تتوقف حسناً يمكننا أن نتحدث على النحو النظري نحن بحاجة إلى عدة أشهر حتى نتفهم الموقف سواء إذا ما كان الجيش الأوكراني بمقدوره استعادة هذه الأراضي لأننا في مختبر الآن ونحن أمام امتحان وحتى أمام وهذا الامتحان يمثل امتحاناً للعسكرية والآلة العسكرية الغربية كذلك لوقف الزحف الروسي وأن نصل إلى نقطة من حينها ومن هذه النقطة التي بدأت عندها الحرب روسيا ومهاجمة الأراضي الأوكرانية بالنسبة لروسيا فالمهمة نفسها نعم هم يرغبون في متابعة الزحف والتقدم وبالطبع هو اختبار كذلك للآلة العسكرية الروسية فقط بعد أن تضع هذه الحرب أو زارها بعد شهر أو شهرين سوف نرى ما هو ممكن وبعد ذلك يمكننا أن نجيب عن هذا السؤال بتعريف ما هي النصر النصر هو نوع من الحل حيث يكون طرف حقق الغلبة على الآخر وأظن أن هذا الطرف سوف يكون مدعوما دعما كاملا من الغرب وبالطبع في هذا الحد يمكن أن نقول أن أوكرانيا سوف تنتصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبدعم المبادئ الموجودة وبدعم هذه التعددية الثقافية والتعددية السياسية والديموقراطية إذن هذا هو الظروف المواتية لأوكرانيا لتحقيق والظفرة بالنصر اسمح لي يا سيد ياكوتيك اسمح لي مرة أخرى أقاطعك عذرا يعني عذرا 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 مرة أخرى أقاطعك سأطرح عليك الآن نموذجا ماذا لو استعاد الجيش الأوكراني كل الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ عام منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي ماذا لو حدث ذلك هل تتوقف المعارك أم سيسعى الجيش الأوكراني مثلا إلى القرم للقتال في القرم حسنا السلطات الأوكرانية قالتها صراحة أن هدفها هو استعادة كل الأراضي وكل الأقلاليم الأوكراني بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي بدأت منذ عام 2014 وكذلك تلك الأراضي التي تمت منذ 2018 ترجمة نانسي قنقر فهم وكذلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة